باتجاه هذا الملف تنضم إلينا زميلة ميس الحربي مرحبا بك يا ميس إدارة جو بايدن تعلن إلغاء قرار الإدارة الأمريكية السابقة بشأن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية ما تفاصيل هذا الخبر يا ميس؟ أحسن بالفعل مثل ما ذكرت الخارجية الأمريكية تؤكد طبعا ما تصرح به منذ تنصيبها أن دبلوماسيتها ونهجة مختلف عن سابقتها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن رسميا إلغاء قرار الإدارة السابقة تصنيف ميليشيات الحوثي اليمنية تنظيما إرهابيا أجنبيا اعتبارا من السادس عشر من فبراير الجاري بلينكين أكد أو أرجع قرار إدارته لما وصفوا بالوضع الإنساني وتأثير قرار تصنيف الحوثي إرهابيا على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود أيضا بلينكين أكد أن واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على كبار قيادات الميليشيات ومنهم زعيم التمرد عبد الملك الحوثي وشقيق عبد الخالق بدر الدين الحوثي وأبو علي الحاكم وينترسون إضافة أو عفوا أكد إضافة إلى أن الخارجية الأمريكية تدرس إضافة للقائمة أسماء جديدة مع إلغاء هذا التصنيف شدد أيضا بلينكين على أن إدارته ستستمر في متابعة أنشطة الحوثيين التي وصفها بالخبيثة خصوصا المسؤولين منهم عن تنفيذ الهجمات بقوارب مفخخة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر والاحتداءات على السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة بلينكين أيضا جدد الحديث عن تصميم واشنطن على مساعدة حلفاء الخليجيين في الدفاع عن أنفسهم متعهدا بمضاعفة الجهود الأمريكية والتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى من أجل إنهاء الحرب هذا ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الأمريكية حسين ليس هذا في حسب هو تحدث عن مسألة الجانب الإنسانية يا ميس صحيح وأن هناك سيكون تعاون مع الأمم المتحدة بالفعل هل هناك أليات جديدة يا ميس هناك أليات جديدة طبعا المتفائلين من المراقبين يقولون أن قد تكون هناك أليات جديدة لكن في الوقت الذي تصحب الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثي إرهابي لدواعي إنسانية كما تقول الأمم المتحدة اليوم عينت منسقا جديدا للشؤون الإنسانية وهو الأمريكي ديفيد جريسلي خلفا لمواطنته ليزي جراندي التي كانت تزاول مهامها من صنع مركز سيطرة الميليشيات والتي كانت تتهمها الحكومة اليمنية منذ توليها المنصب عام 2018 بالتواطئ مع الحوثي هذا التعيين الأممي تفائل به مراقبون على أمل أن يتبنى المنسق الجديد أليات مختلفة عن السابقة تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق سيطرة الانقلابيين وعدم السماح لميليشيات الحوثي بالسيطرة عليها أو توجيه بعضها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي للميليشيات كما طبعا حدث في السنوات الماضية فيما يخص تراجع إدارة بايدن عن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية هل هذا القرار مرضي عليه من المسؤولين الأمريكيين أم ثمت اعتراض وانتقاد لخطوة بايدن وإدارته أحسين مسؤول طبعا في الإدارة السابقة ما زال يدافع حتى اللحظة عن قراره حتى بعد طبعا مغادرته المنصب وهو مايك بومبيو وزير الخارجية السابق الذي انتقد قرار حكومة بايدن بإلغاء التصنيف واعتبر أن إجراء الإدارة الجديدة هدية للإيرانيين كما يقول بل ووصف الخطوة الأمريكية الحالية بأنها تسمح لميليشيات الحوثي بمواصلة إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم هذا هو رد مايك بومبيو حسين نعم إذن الخطوة غير مرضي عليها من من الإدارة السابقة نعم شكرا جزيلا لك يا زميلة ميس الحربي أهلا وسهلا وأبقى في تعدد